بسم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكل إخوة الكرام مرة أخرى إلى فقرة التعليم اللغة الفرنسية من جديد كنا قد انتهينا مع هات الصوتين طبعا في هذا الفقر سنرى صوت آخر إذا كما نلاحظ يكتب IEE إذا ينطق ي مثلا نقولون أنكور أنكور طبعا نتكلم عن الكور المقصود به الجسم حيلا نتكلم عن جسم كيف مكان إذا نقول أنكور لكن هو المقصود به مثلا جسم هذا الضبيع الصغير إذا نقول أنكور إذا نتكلم عن جسمين أنه جميل أنه ضريف أنه أنيق إذا أنكور 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 طبعا هنا نقول كور كور هات PS لا تقر أنكور أنكور إذا نتكلم عن جسمين أنكور أنكور إذا نتكلم عن جسم أنيق إذا نتكلم عن جسمين أنكور كور أنكور كور أنكور أنكور جسمين أنكور جسمين أنكور 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 إذا من يكون هذا الحيوان ينبيشات ينبيشات ينجون بيش ينجون بيش إذن نتكلم عن ضبية صغيرة إذن تسمى ينبيشات أو جولي زيو بأعيون كما نقول ذات أعيون جاملة إذن ينبيشات أو جولي زيو أو جولي زيو طبعا هذا S في آخر كلمة جولي طبعا للجمع نتكلم عن جمع نتكلم عن أعيون طبعا أكثر من عينين عينين فما فوق تعتبر جامعا في اللغة الفرنسية إذن طبعا نضيف S إذن نقول عنها جميلة نقول جولي في المؤنت طبعا نضيف أ كما رأينا في المؤنت كما رأينا مثل فيما سابق ميناء جولي ميناء إذن طبعا نضيف أ لأننا نصيف ميناء ميناء مؤنتة إذن نضيف أ هنا طبعا نتكلم عن لزيو إذن هي كلمة مذكرة كما نلاحظ مدام أننا جمع نضيف أس لو كانت كلمة ي جمع مؤنت سنضيف هنا أس مع نفس يجب على مؤنتة يجب على مؤنتة كما نضيف أس اللعبة إذا نتكلم عن الجو الجو دو فوتبول مثلا إذا نتكلم عن اللعبة دكرة القدم ثم عندنا تيوه طبعا تيوه هذا لوفير بولوار مصرف مع تي هذا لوفير بولوار مصرف مع تي في البرزن إذا نقول تيوه جيوه أنا أريد تيوه أنت تريد أو أنت تريدين يلوه هو يريد نوولون نحن نريد أريد أن تريد اروه هو يريد تيوه أنت تريد أو أنت تريدين الجو اللعبة تيوه أنت تريد مثلا نقول هل أنت تريد دهب معي؟ ثم عندنا قليل قليل او شيء ما اذا نقول مثلا اعطيني القليل من الشيء او كما رأينا فيما سابق شيء ما قديم اذا شيء ما قديم كما نقول قليلا ما قديم اذا نتكلم عن اله او غراند ميزان اذا نتكلم عن الجده وعند منزيل قليلا ما قديم كما ذكرنا بأن كلمة لاميزان هي كلمة مؤناتة اذا نقول هنا فياي كما نقول قديمة اذا كما قلنا لجه تي هو قليل ثم عندنا ده غراء ده غراء إذن انظرنا ست بيشات A دوزوغاي L A دوزوغاي إذن عندها أدنين لشوه لشوه إذن نتكلم عن الشعر ست فيلا كم إيزامل لشوه إذن هذه البنت عندها شعر كما نقول هنا أشعر إذن لشوه طبعا نجب التفريق بين كلمة لشوه وبين كلمة لشوه التي تعني جمحيسان لشوه لشوه في المفرد لشوه في الجمع هناك فرق بين كلمة لشوه وبين كلمة لشوه لشوه كما عندنا هنا التي تعني شعر إذن لشعر إذن لشعر 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 كما غلاح دونا لشعر 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 في المفرد يعني في المفرد المفرد يجب التفريق بين كلمة المفرد أو بين كلمة الليو التي تعني المكان إذن المليو الوسط الوسط الذي نعيش فيه إذن الوسط الذي تعيش فيه طبعا هناك فرق بين كلمة البيئة التي تعني أي مكان وبين المليو التي تعني المكان الخاص بشخص أو بجماعة أو بحيوانات مثلا إلى غير ذلك إذن نتكلم عن المليو نتكلم مثلا عن المليو دو في إذن نتكلم عن وسط العيش الإنسان أو الحيوان مثلا ثم عندنا البيئة روغادي سي البيئة والا سي البيئة الواتد يسمى البيئة ثم انا ميئة ميئة يعني أحسن نقول مثلا إل با ميئة أو يصير أحسن المقصود بأن صحته تحسنت إل با ميئة أو يصير أحسن كلمة ميئة تعني أحسن ثم عندنا أدى إذن نتكلم عن حيصان قديم ممكن نقول أدى أدى رجل كبير السن أدى كاميون تحسنت قديمة إذن لدينا أدى حيصان قديم المقصود نتكلم عن حيصان كبير في السن ثم عندنا كلمة تقول لشخصين يعني كيف نقول مع السلام ثم عندنا إلي ميدي إنا منتصف النهار مينا إطالي دي جوني شي ساق عمار إلي ميدي إذا إنه منتصف النهار مينا إطالي دي جوني شي ساق عمار إذا مينا دعبات لتتغدى شيساق عمار عند جدتها إليميدي ميناء إيطالي إيطالي دي جوني طبعا نتكلمها لوفير بدي جوني هنا ما تصرفش لأنه جاء بعدها لوفير بقالي كل فعل تيجي مباشرة من بعد فيها الآخر ما تتصرفش لوفير بدي جوني طبعا تنتمي المجموعة الأولى تنتمي بقى آخر كما نراحد بقى كما هو لما دلي أنه أتا بعد فيها الآخر بشكل مباشر أنه أتا مباشراتا بعد فيها الآخر إليميدي ميناء إيطالي دي جوني شي سا غرامر لاغرامر أبوزي لسوپ وميليو دو لطابل لاغرامر أبوزي لسوپ وميليو دو لطابل إذا الجدد أبوزي واضح بأنه لوفير بسيق أبوزي هذا البسيق أبوزي دي الأشمن فعل دي الوفير بوزي فعل وضعه جو بوز لستيلو أنا أضع القلم إذا لاغرامر أبوزي لسوپ إذا الجدد أنه وضعت الماضي وضعت مدى لسوپ وضعت الحساء أو ميليو دو لطابل في وساط المائدة إذا حطعت ديك لسوپ الحريرة أو الحساء وضعت وساط المائدة ثم لغرامر أبوزي لغرامر أبوزي لغرامر أبوزي لغرامر أبوزي إذا الجدد كبير كبير في سين كما لو نقول هنا بأن الجدد هو يعني قديم قديم تماما كما لو نقول مثلا عن لغرامر أبوزي لغرامر أبوزي ثم ماء إلى لغر ماليسي ماء إلى لغر ماليسي طبعا هات كلمات أبوزي لغر المقصود بها أنه يظهر بشكل ما نقول لشخصي مثلا تيها لغر تريست يعني أنه يبدو عليك أنك حزين تيها لغر كما لو نقول أنه عندك ريح المقصود بأن ما يظهر حولك المقصود ما يظهر عليك أنك حزين تيها لغر تريست تيها لغر تريست تيها لغر تريست أنت تبدو حزينا إذا نفس الشيء هنا إذا عندنا ماء إلى لغر ماليسي ماليسي عند علاقة بكلمة ماليس يعني المكر ماليسي كما لو نقول ماكر ماء إلى لغر ماليسي ولكن أنه يبدو ماكر هو يبدو ماكر من ينظر إليه يقرأ في وجهه بأنه ماكر هذا المقصود لغر ماليسي ماء إلى لغر ماليسي ولكن يبدو ماكر ستسمين هدا لغر ماليسي طبعا هنا كما تشوفون عدنا لباكتي سيباسي دي فاغب اتخ لذا فاغب اتخ والتي تجي بعد مرات كما رأينا مساعد تتصرف معه افعال اخرى كان بعض الافعال تتصرف معه طبعا ماشيق على الافعال حيث كان افعال اخرى تتصرف معه كما ذكرنا اذا كان واحد النوعية دي الافعال تتصرف مع اتخ وهذا اتخ تيكون في ديك الحالة تيكون مساعد اما هنا لدينا اتر كفعل تتكلم عنه هو هو المستهدف هنا لو باردو ريمي اتر اذا ابريمي كان كان اذا تنجب دو كانانا اذا هنا الفعل هو المستهدف فعل كان هو اتر اذا لو باردو ريمي اتر ملاد انه كان مريضا تماما كما عندنا هنا هنا لدينا ذغب اتر غير وهنا هو المستهدف اما هنا جامعه لانه في النار لانه يبقى ممكن نجد مثلا لو باردو ريمي اتر مالات ثم نجد المساعد ثم نجد معه المساعد لانه يبقى هو الاكثر استعمالا اكثر من اتر اذا لو باردو ريمي اتر مالات اذا ابغمي انه كان مريضا الواقع هو يصير احسن نقصد بان صحته تتحسن هل تريد انت لعب معي هل تريد انت لعب معي تريد انت لعب معي جايم أنا أحبو ميو أحسن لغ أقرأ أنا أحبو أقرأ أحسن يعني أنا أفضل القراءة بمعنى آخر نو مرسي جايم ميو لغ إذا نعيد هذه الكلمات التي رأينا إذا رأينا هنا أحبام لغ أحبو's لغ أحبه أحبام لغ أحب Danny للخخص الإنسال الملاق puه mieux un l'heure cheval Adieu Il est midi Mina est allée déjeuner chez sa grand-mère Il est midi Mina est allée déjeuner chez sa grand-mère La grand-mère a posé la soupe au milieu de la table Le grand-père est vieux mais il a l'air malissieux Mais il a l'air malissieux Cette semaine Le père de Rémi a été malade Il va mieux Tu veux jouer avec moi ? Tu veux jouer avec moi ? Non merci J'aime mieux lire J'aime mieux lire Pède عندنا Yeu Yeu La cousine de Mina A des yeux A des yeux noirs La cousine de Mina A des yeux noirs Idan Ibnath Khal Mina Ou Ibnath Ammina Ou Ibnath Khalatia Ou Ibnath Ammatia A des yeux noirs J'indaha a'ion Souda El maqsoud j'indaha a'ionayn Soudaouyatin Idan j'indaha a'ionayn Soudaouyatin La cousine de Mina A des yeux noirs Rone e jwaye Il a karessi La bichet Rone e jwaye Idan Ronee Ouwa farih Tabihaan Etikelim A la jwa Jani Alfarach Rone e jwaye Idan Ronee Ouwa farih Tabihaan Fil muqenna Naqul Joyeuz Naqul matelin Mina E jwayeuz Mina E jwayeuz Mina Farih Fil muqenna Naqul Joyeuz Rone e jwayeuz Il a karessi La bichet Il a karessi La bichet Comme nous le voyons Regardez là Mina Karess La bichet Regardez sa main Elle la met sur le corps Do la bichet Pui Il a karessi Idan tabihaan Idan tabihaan Idan tabihaan Idan tabihaan Idan tabihaan La bichet Al dabihaan Sagaira tabihaan Thumma Il a karessi Il a karessi Thumma tumeriruha aliha Kamal utulatifuha Idan huon netahadat al verbe Karessi Karessi An l'enfant Idan anna ka tumerir yedaka alihaan Idan ronee e jwaye Ronee uwa farih Limada Il a karessi La bichet Idan huon mara rayadao Hala le bichet Hala hed Al hayawan Al dharif Eur Eul Eul Euf Eur Eul Euf Un pêcheur Tout seul Sur la mer Un pêcheur Tout seul Sur la mer Tabihaan Kama da karna On a ka farak bin La pêche Ubin la chasse La chasse يعnei Saeed al ber Ama la pêche Fa saeed Al bahar Huna عندana Un pêcheur طبعا في الحالة أخرى An chasseur يعnei Saeed 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 al ber Huna نتكلم عن Saeed الماء Saeed 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 Asmaq يسمى Un pêcheur Tout seul Anna كما نقول كما نقول جد وحيد لوحده Sur la mer كما نقول كل جديد لأن To في الأصل ستعني كل إذن كما قلنا Un pêcheur Tout seul Sur la mer Un bopato tout neuf ثم عندنا Un chasseur Un chasseur Maledro إذن هنا عندنا Un pêcheur سياد سياد الأسماك هنا عندنا أش سياد البر مال لأن السيد البر يعتمد على مهارة السياد طبعا في حالة سيد الأسماك ممكن نتكلم عن طريقة رمي الشباك مثلا أما طبعا سيد البر فيتعلق الأمر بمهارة صويب إذن هنا Un chasseur Maledro كما نقول أعوج يعني أنه لا يرمي بشكل مستقيم أنه لا يصيب الهدف في بدل أن يضرب الحيوان فهو يقضيف جانبه يقضيف بعيدا عنه يقضيف بعيدا عنه إذن Un chasseur Maledro إذن نقول عنه Un chasseur Maledro أحيانا نتكلم عن Un chauffeur Maledro إذن نتكلم عن صائق كما نقول أعرج يعني بدل أنه يمشي في التجاه الصحيح فهو يخرج عن الطريق إذن ممكن نتكلم عن هذا Un chasseur Maledro لفكتور شعور يقول عنه سعيد بريد يغني تبعن لفكتور 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 وفكتور لفكتور روني سوبرمين تبعن لفكتور سوبرمني كما رأينا إذن نتكلم عنه ومنا كلمة لفكتور 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 روني سوبرمين في دان روني يتنز أدنا لفكتور سوبرمني بصرافي لفكتور روني سوبرمين واسي انبوف سيت انبوف روغارد لفكتور إذن نتكلم عن طور واسي انبوف ها هو طور روني أبر الكور روني عنده خوف روني أبر روني أبر روني عنده خوف الكور هو يجري لفكتور لفكتور كونجيغي أو بخيزان إذن في الجارع نصرف في البخيزان نصرف في الحاضر أما في الماضي فنقول جاي كوري تيا كوري إلا كوري إلا كوري إلا كوري هو جارع إلا كوري أما إلا كوري روني أبر غني أبور الكوغ Grand père va mieux إذا الجد أو المقصود جدي va mieux أنه يصير أحسن المقصود بأن صحاته تتحسن طبعا عدنانا الفرب آلي كما ذكرنا هذه واحدة من بين استعمالاته كما رأينا إذا Grand père va mieux لابيشات أدوجو لزيو لابيشات عندها أعيون جميلة طبعا عدنانا هذه الأفواق التي نرى هنا والتي جينا كمساعد بحلنا La grand mère a posé هذا A جا مراه فعل إذا هو مساعد هنا جا بعد منه اسم هنا جا بعد منه اسم فهو فعل هنا فهو فعل ما جايشنا كمساعد باش نصرفه مراه شي فعل آخر جا مراه اسم لزيو يعني الأعيون إذا نغير في الملكية لابيشات أدوجو لزيو إذا الضبيا كما نقول أدوجو لزيو عندها أعيون جميلة إذا طبعا نستأنف في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله موسيقى 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 موسيقى